في بيان شديد اللهجة التنسيقية الوطنية للأئمة تدعو التدخل رئيس الجمهورية لوضع حد لكل من يسيء لقيام الدين بقوة القانون تنسيقية الأئمة وموظف شؤون الدينية تعريب عن استنكارها لطعن شخصية محسوبة عن النخبة في أصل من أصول الدين وعبادة المسلمين ألا وهما شعيرة الحج والأضحية ووصفهما بالطقوس الوثنية التنسيقية دعت في ذات البيان لتدخل رئيس الجمهوري عبد المجيد تبون هو الذي يقسم على احترام الإسلام وتمجيده خلال أداء اليمين الدستورية وطالبة العدالة بتحريك نيابة العامة للتحقيق فيما ادعاه المدعي تنسيقية جل الحجم حملت سكوت المؤسسة الدينية وعلى رأسها المجلس الإسلامي الأعلى وعدم تعاملها مع القضايا التي تمس جوهر الدين كما قالت وزارة الشؤون الدينية كان لها نصيب من عتاب التنسيقية التي طالبتها بالتحرك باعتبارها الهيئة الوصية على أمور الدين بيان تنسيقية الآئمة يأتي بعد ساعات من مطاربة رئيس الجمهوري للوزير الأول بإعداد مشروع قانون يجرم كل مظاهر العنصرية والجهوية وخطاب الكراهية الذي بات مطلبا ملحا لوضع حد لكل من يسعى لنصري الفرق بين أبناء الوطن الواحد